نيران النزاعات العشائرية باتت خطر يهدد القادة الأمنيين أثناء تأديتهم الواجب حيث استشهد العميد عزيز الشامي مدير استخبارات ذيقار ومعه أحد المنتسبين فضلا عن إصابة ثلاثة آخرين بنيران النزاع العشائري الذي نشب في قضاء الإصلاح رحية حادث غادر سيدفع ثمنه القتل والمجرمين غاليا إن شاء الله ما يحدث الآن في قضاء الإصلاح وليس طوقا أمنيا حول الناس وإنما هو حول بعض المجرمين والقتلة حملة تفتيش واسعة القاء القبض على المشتبه بهم هناك مجموعة من القاءات القبض صادرة من القضاء أصلا القضاء يجب أن يأخذ مجراء لا حل لنا في هذه المحافظة إلا التعايش السلمي ولا حل بالتعايش السلمي إلا بسيادة القانون أعتقد أن سيادة القانون ليس فقط بالجانب الأمني وإنما حتى في الجانب المدني لا نستطيع أن نتعايش مع بعضنا البعض إلا بسيادة القانون ودولة القانون مواطنون يطالبون بضرورة فرض القانون وتوفير الأمن ووضع حد نهائي لمسلسل النزاعات العشائرية الذي يشكل خطرا على المواطنين وإزهقوا حياة الضباط والمنتسبين بصراحة لا تليق بالمجتمع في الناصرية مجتمع عشائري ونسيج عشائري متماسك أنا الأوان أن تسمع كلمة العقل وأن نرجع إلى كبار القوم وأن نسمع لغة العقل أكثر من لغة التهديد لأن ترويع المواطنين والأطفال والنساء هي جريمة كبيرة بحق هؤلاء لذلك نطالب فرض هيبة الدولة وبسط الأمن والاستقرار لأن المواطن يحتاج إلى أن يكون آمنا في بيته نرفض وبشدة الخبر المفجع على قلوبنا وهو خبر استشهاد أحد رموز القادة في محافظة ذيقار ودير الاستخبارات أبو ماهر رحمة الله على روحه الطاهرة وهذا مما يد إلى الانفلات الأمن في محافظة ذيقار وندعو من الله سبحانه وتعالى في هذه الحكومة الجديدة أن تبسط الأمن والأمان في محافظة ذيقار لا نريد شيء من هذه الحكومة بل هو الأمن والاستقرار في محافظة ثناء الكريمة اعتقال أكثر من ماء وخمسة متهما أثر النزاع الذي نشب يوم أمس في قضاء الإصلاح ولا تزال القوات الأمنية تفرض القانون في القضاء من ذيقار علي الهادي قناة الرشيد الفضائية